عبد امي جيد بكل سادة المشاهدين والمتابعين في هذه الفخرة عصير من التجارب مع خبير اعلامي عمل بالعديد من المؤسسات الاعلامية بالداخل والخارج صاحب اسلوب سهل وممتنع في كتابة مغالاته التي دائما ما تأتي على شكل استرجاع لتجاربه الاعلامية على ربطها بالواقع المعاش ورحب بالخبير الاعلامي الأستاذ علي سلطان مرحبا بكم نورنا في الاستداء مرحبا بكم شكرا جزيلا على استضافة وتحياتي لمشاهدي قناة النيل الأزرق مرحبا بكم استاذ علي ومعنا في المسايرة وفي نفس الوقت سنستفيد من خبرتك الطويلة التي استمرت لأعوام عديدة في العمل الاعلامي من خلال المقالات الصحفية والتنقل المستمر من دولة الامارات للصين للسودان في عدد من الانشطة الاعلامية شكرا جزيلا والله الدجارب كما قيل في قول مشهور عن التجربة يقول لك أن التجربة هي مشت يهدى إليك بعد أن يتصاغط شعر رأسك وبالتالي لن تستفيد منه أنت إنما يستفيد منه الآخرون فالنزلين هم في هذا العمر تقريبا والمعظم يعني العاملين في مجال الإعلام أكيد بكل عندهم خبرات يعني ليس أنا فقط وأنه عدد كبير جدا من العاملين في مجال الإعلام في كل المهنة الإعلامية المختلفة أكيد عندهم تجارب وخبرات ويعني يستحق أنه أو يعني ياريت أنه ناس يستفيدوا منا بشكل أو بآخر أنه خلال الفتح مجالات للتدريب للتاهيل القادمين الجدد لعالم العمل الإعلامي مع أنه رغم الآن أنه الفجوة بقت كبيرة جدا بين إعلامنا الذي عهدناه والإعلام الآن يعني المقارنة بقت صعبة جدا والتطور التكنولوجي الحاصل خلل في فجوات كثيرة جدا بين الأجيال اللاحقة والأجيال الحالية الآن تعني يا أستاذ علي إنجاز التعبير ممكن نقول أنه حاليا الصحفي بقى مسلح بالمعرفة من خلال الشبكة العنقبوتية وفقت كثير من الأشياء كان بيحمل الصحفي في السابق والصحفي زمان كان بيجتهد للأجل المعلومة فهو لا يجد مصدر لأن الآن إذا عندنا أي مشكلة أتصل بكتب في جوجل بجد إجابة شافية جدا لكل الموضوعنا ببحث عنه يعني أن حتى الطلب الباحثين أو غيرهم الآن لا يجتهدوا كثيرا لغم أنه هذه الجزئية نفسها خطرة لأنه أحيانا لا تجد المعلومة الصحيحة فالآن الزملان الصحفيين حتى اللي قبلنا كانوا إمكاناتهم المعرفية واسعة جدا من خلال القراءة للإطلاع البحث نحن كنا كمزيئين في الإزاعة السودانية أو ما بعد حتى في الإمارات بيكون فيه إشكاليات في أسماء نطق المدن الدول أسماء السفراء الرؤساء فكان بتستعين بشخص تضرب التلفون لزميلة تتصل بصديق يعني أنا أذكر كنت في إزاعة الإمارات العربية المتحدة من أم القوين في فترة من الفترات كانت حرب لبنان مستعرة جدا في جنوب لبنان وكنت أعاني فيما يبدو من نطق بعض الأسماء في جنوب لبنان ففي مرة من المرات اتصلت بي سيدة لبنانية والمهم يعني تواصلت معي وقالت لي يا أخي يعني أنا بحب الاستماع إلى إزاعتكم وإلى صوتك وكذا لكن يا أخي عندك أخطاء في نطقه فمشكورة ساعدتني كثير جدا أو ساعدتنا نحن كمجموعة في أن نتعرف على أسماء بعض المناطق لأنه من المخجل جدا أن تذكر اسم قرية أو مدينة نحن هنا في السودان عندنا إشكالية لو في قرية في أخصى الجزيرة أو في مناطق فأسماء صعبة جدا أحيانا المزعين لا ينطقها صحيحة صحيح ففيها إشكالية وفيها حرج بالغ يعني أنا أذكر كنت يعني في الإزاعة عندما احتواننا في الإزاعة في أول بدايتنا في العمل الإزاعي ذكرت اسم الدكتور المشهور اسمه أبو فقلت أبو فرحمه الله الأستاذ صالحين يعني استوقفني وابخني توبيخ شديد جدا وكاد أنه يخصم مرات بي قال لي كيف أنت جاي من وين تقول أبو يعني حاجات بسيطة دقيقة جدا كأنها لا تفوت يعني فكان في جودة وفي إدقان الآن نحن للأسف يعني نتعاون مع المسائش بشكل وعدم مهنية في بعض الأحيان وعدم مهنية وعدم اهتمام حتى من أساسيات التعلم أستاذ علي رحابة الصدر وتقبل النقد صحيح لأنه نحن ما كاملين بالقدر الكبير صحيح عشان تقدر تتطور في حياتك لا بد تتقبل مسائل وجهات النظر من الآخرين وتصلح من ذاتك أنت إلى الآن عالق في ذهنك بعض الأخطاء التي قمت باقترافها سابقا وقمت بتصحيحها الآن تتوفر وسائل النشر وتتوفر وسائل العمل الإعلامي لدى الكثيرين لكن يفتقرون للمهنية ورحابة الصدر لأنه ما كل الناس بتكبر موضوع النقد بتفترض افترضات أخرى أنه أنت عايز تقلل من قيمتي عايز تهز قطيفي نفسي فبالتالي يصعب التعلم لهكذا الشخصيات هو الحل فيما يبدو في التدريب طبعا رحبت الصدر هذا أمر آخر قد لا يتسع لكل الناس يكون عندنا ويحبه الصدر ولكن أنا لاحظ أنه في علة حقيقية ومشكلة كبيرة جدا في الإعلام أنه لا يتاح الفرصة للإعلام أي أن كان أن يتدرب التدريب الذي يوهله لكي يكون في أي مجال الإعلام والأمر المهم أيضا التدريب الخارج يعني نحن في ما قبلنا كان في بعصات منتظمة جدا بتمشي إلى القاهرة وتتدرب في القاهرة بل وتشارك في صوت العرب وفي القروات أو في الإزاعات المصرية زميننا محمد الفاتح السموء قدم نشرات في صوت العرب وهو متدريب يعني عندما كان واحد من أبناء الدفاع وغيره مثلا الأستاذ عبر الجزالي غيره من كبار المزعين في بداية حياته عندما سافروا إلى مصر وفي من المسافر إلى لندن وكذا كان التدريب يتيح فرص عظيمة جدا للشخص الإعلامي في بداية حياته وهو فيما بعد يصبح ذلك الشخص المتدريب نحن اشتغلنا في الإزاعة تدربنا 11 مزيعة ومزيعة في أكبر دفعة جاة الإزاعة السودانية عام 75 وكان بيننا البروف عمر عواض إبراهيم عواض الدكتور عبد العظيم عواض كرام الصاظي وعدد من المزيعين فكان يعني تدربنا 6 شهور كاملة وكنا نتمنى بس نقف الميكرافون ونقول هنا مدرمان وكنا نشتغلها ذلك لكن لدقة التدريب والنظام الصارم الكام موجود كانوا حريثين جدا أنه ما يتقدم شخص يقول هنا مدرمان إلا يكون موهل لذلك أنا نخليل لا ممكن شخص بكرة يكون مش يقدم يقول هنا مدرمان وهنا مبيضة وهنا أي مكان أستاذ علي كل هذه التجارب والمواغف وكل هذه السنين في الإعلام بجينا نتكلم عن الاختلافات الجوهرية بين الإعلام سابقا وحاليا أهم الاختلافات الجوهرية لنتممكن تكون ملاحظة حاليا في الإعلام هو الإعلام ميا كان حتى لو مرد عليه الآن سنوات طويلة الإعلام ده في النهاية هو مايكروفون إذا كان في التلفزيون أو في الإزاء إذا كان الإزاء الإعلام المسموعة أو المشاهد هو يحتاج إلى صوت يعني الحاجة الأساسية الصوت بعد ذلك يتبقى عليك حاجات أخرى التي هي كيف تقرأ وكيف تجد القراءة وليس القراءة يعني الآن فيها أخطاء في المزيعين نفسهم عندما يقول النشرات الوقفات في أشياء كثيرة فيها يعني إحنا بلاحظها كخبرات يعني أو كذا من الضايق منها جدا فعشان كذا أقول لك إننا المعولة الأساسي على أنه ضرورة التدريب الاختلافات 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 التي نحن نعاني منها الآن هو الآن في كثير من زملائنا لا يتعاملون مع الأجهزة الحديثة يعني الآن أنا بكتب مثلا الآن أخيرا نجحت في أن أكتب مقال عندي مقال يومي مقال إلكتروني نعم نجحت في أنك تكتب مقال إلكتروني نعم بكتب عن طريقة الموبايل مثلا بسر المقال بتاعي اليوم للقوات المسلحة أو لأخبار اليوم أو كده بالشكل المتعرف عليه الآن عبر الواتصاب عبر أي واحد من التطبيقات الحديثة فقبلها كنا نعاني في استخدام الكمبيوتر نفسه يعني لما كنت في جريدة الاتحاد مثلا في التسعينات طلبوا مننا أي شخص لا يجيد التعاون مع الكمبيوتر بعد شهرين حيونا باي باي يعني يترك العمل مباشر فاجتهادنا اجتهاد عظيم جدا فأننا نتعامل مع الكمبيوتر يعني وكان الوقت بالنسبة لنا حاجة مذهشة يعني وأن نرسل المواد نفسها من المكتب دبي مثلا إلى رئاسة في أبو الظبي وأنت في الوقت الآن تكون خالي أخطاء تكون مرتب نفسك عارف تتعامل مع كل الوسائل الموجودة فالآن الأمر اختلف يعني الآن نحن بيتكلم عن ثقافة الموبايل في نقل العمل اللزاع التلفزيوني أنت الآن في تقرير ممكن نقدم لك من أي جهة أظن عندكم في الأخبار تقارير قدمت من مناطق الفيضانات عبر تقنيات أيوة تقنيات صحيح المسألة يعني الآن يعني بالنسبة للجيل الجديد هي إيزي جدا نحن الأطفال الآن يتعاملوا مع الهوادف الذكية مع الهوادف بشكل ممتاز يعني لكن لا بد من عود ثاني إلى التدريب يعني يقول أنه لا بد أن الناس يدربوا ولازم ويدرب في الأساس على الأساسيات نفسها بتخليك أنت يعني شخص زاعي أو أو الصحفي متمكن يعني قادر على أنه تقدم العمل بتاقبل بالجوضة المطلوبة كيف تقيم ما ينشر الآن على الساحة الإعلامية أو على الوسائط المختلفة يعني أنت ذكرت أستاذ علي أنه ينقص الإعلاميين التدريب أو بعض الإعلاميين ينقصون التأهيل والتدريب والتعامل بمهنية مراعاة الأخطاء وأيضا تغيير من شخصتك الإعلامية كيف تقيم ما يدور الآن على الوسائل الإسفيرية والاستفادة من التقنيات والمواكبة لكن بشكل خاطئ والحقيقة الآن يعني نحن مع الهجمة التكنولوجية الحاصة الآن والتقدم المفرط في مجال الإنترنت ومجال التطبيقات الحديثة الآن في حاجات بدأت تختفي التي هي الصحافة الورقية الصحافة الورقية الآن يعني لو تلاحظ حتى الآن في كثير من الصحف السودانية بدأت تختفي من الوجود كصحافة ورقية الآن كل الصحف بدأت تتجه إلى الصحافة الالكترونية الآن السوشيال ميديا نفسها التطبيقات الموجودة الآن جعلت من كل إنسان هو صحفي وكاتب وصاحب تقارير فمثلا إذا أنا الآن شاهدت حريق في منطقة معينة وأنا كهاوي يعني ما صحفي بصور وبكتب حريق في كده بكون وصلت معلومة إلى حد ما إلى جهة ما بدون تفاصيل بدون أي إلمام لكن الناس الآن كلهم صاروا يقومون بهذه المهنة فبالتالي كثروا عدد المحررين عدد الصحفيين حتى من غير يعني تقنين اليوم تقنين نعم فبالتالي الأمر هذا أيضا أدى إلى كسرة الشائعات كسرة التخبط في المجالات الإعلامية أنت الآن ما هي الجهة التي أستقي منها المعلومة الحقيقية أنا الآن شخص ما أطمئني لأي حاجة إلا أشاهده في التلفزيون في عدم إصداقية للمعلومة نعم أو في الإزاعة أو أسمع من الإزاعة لكن في الوسائد بكون حذر جدا خاصة إذا الآن مع التوجهات الحاصلة لتزييف الواقع من خلال أخبار زائفة من خلال فبركات لأصوات لصور الآن نحن نشاهد أشياء ما فيها التزام مخلاقي ما فيها حيادية حاجة حقيقة مزعية جدا والآن محاولة لتشويس الرأي العام لكسب بعض القضايا يعني المسألة الآن بيقيت حقيقة مش طبيعية أستاذ علي تابعنا مرضو من خلال الكتابات الصحفية في الصحفة الإلكترونية بيكون في أجر أكثر من الصحفة الورقية يعني يعني دار عارف مدى الاختلاف بين الصحفة الإلكترونية والصحفة الورقية وهل الصحفة الإلكترونية هيتأثر سلبا أو إيجابا على الصحفة الورقية والله أنا بالنسبة لي بصراحة يعني كجيلي يعني يحب الورق وتلمس الورق والكتاب وكذا أنا إلى الآن لا أعرف التعامل مع الصحفة الإلكترونية صراحة ولا أستطيع يعني بقرأ فيها بعض الحاجات لكن لا أستطيع تعامل معها بشكل أساسي أنا يعني هويتم متعة أنه أجر عليه جريدة مثلا وإلى الآن رغم أنه يعني مثلا أنه تشتري جريدة بقى أمر نادر جدا لكن أفعل أحيانا فأحيث أنه أنا لما أقرأ الجريدة بحيث أنه دعال من تميلي يعني الآن الصحفة الورقية عشان أدعامل أقصد الإلكترونية عشان أجيب الصفحة ذاتها إذا أنا من الموبايل صعب أنه أقرأ لكن لو لقيتها في لابتوب أوكي ممكن أقرأ لكن الجيلة الجديدة الآن عكسنا تماما أبنان وبناتنا وكل الجيلة الجديدة الآن لا يتعامل مع الصحفة الورقية ولا يعرف يتعامل معها عكسنا فنحن المسائل هو التفاوت الصقافات بين الأجيال الأجهزة ممكن نحن أستاذ علي يجينا ما تربى مع الصحفة الورقية لكن الصحفة الورقية كانت دائما نحن بنشوفها ونحن صغار يعني بتشوفها بوك تشايل الخضار خضار معه الجريدة جاي داخل البيت شاي للجريدة فنحن ارتبطنا بها كمشهد لكن قيمة وستاذ علي عنده تقدير أكثر وعما ما يكون ضعالين في الروح المتقاطعة يعني تخيل مثلا أن تكون عندي خبر كتبتي وفرحان به السبق الصحفي طبعا هنا في السودان شوية يعني في الخليج السبق الصحفي وأن تعمل خبر مميز وكذا لا عنده قريب من المطبع أو عندك وردية يتابق خبر تراه بعينك يعني أنا مثلا مسافر القاهرة يعني عارف أنه أي إنسان عارف أنه صحف القاهرة بتاعت اليوم التالي بتصدر بالليل يعني مثلا اليوم الصحافة بعد ساعتين سيكون الأهرام والجمهورية واليوم السابع كلهم موجودين باحتوال نهاية صحفة الثلاث فمنشتري إلى اليوم أحرص يشتري أربعة صحف يوميا إذا أنا في مصر مثلا بقرر الصحافة بستمتع بها جدا لكن لا يتحمل في صحافة ورقيق لا يستمتع بها صراحة نحن سعدنا بك جدا أستاذ علي سلطان الإعلامي الفد وصاحب الكتابات السهلة الممتنعة وصاحب الأثر الكبير بالتأكيد في عقول القراء شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا سنلتقي مشاهدينا بعد هذا الفاصل لنستمع ونتواصل وأيضا نخلق تأثير من خلال آخر فقرات المساعد الجديد فكونوا معنا